من جانبه وجه السلطان مفضل لسيف الدين سلطان طائفة البهراء الشكر لمصر على منحها هذه الفرصة للمشاركة في تطوير أضرحة آل البيت مشيرا إلى أن السيدة زينب لها مقام في قلوب المسلمين عامة وفي قلوب أهل مصر خاصة أشكر جمهورية مصر العربية مع رئيسها العزيز حكومتها الرشيدة وشاهبها الكريم على أن أجازت لبناء هذا الزريح من الجديد الذي نصب على هذا المقام من جهة والدية الدكتور سيد محمد برحان الدين ولسيدتنا زينب في قلوب المسلمين عامة وفي قلوب أهل مصر خاصة مقام ويا له من مقام